قال الجيش الأردني في بيان أن طائرات أردنية نفذت غارات جوية ضد أهداف لما يسمى بالدولة الإسلامية في جنوب سوريا مساء أمس وأوضح البيان أن طائرات من دون طيار تابع لسلاح الجو الملكي دمرت مستودعات للذخيرة ومستودع لتعديل وتفخيخ الآليات وثكنات لأفراد تنظيم الدولة باستخدام قنابل موجهة ذكية مشيرا إلى أن العملية تأدت إلى مقتل العديد من عناصر التنظيم وجرح آخرين إضافة إلى تدمير عدد من الآليات معي من العاصمة الأردنية عمان الكاتب الصحفي محمد فضيلت سيد محمد بيان الجيش الأردني كان مقتضبا هل نعرف مزيد من التفاصيل عن العملية لو سمعت؟ العملية كما هو متاح حتى الآن أنها استهدفت الجنوب السوري المتاخن بالحدود الشمالية للأردنية وهي تأتي كخطوة استباقية لإسكاة المخاوف الأردنية من احتمالية الزحف أو هروب عناصر التنظيم داعش إلى الحدود الأردنية وهو ما كان قد حذر منه منتصف الشهر الماضي قائد قوات حرس الحدود الأردنية العميد سامي الكفوين الذي قال أنه بناء على معلومات استخبارية هناك إمكانية أو مخاوف من نزوح الجماعات المسلحة وخاصة تنظيم داعش إلى الجنوب السوري المحاذي إلى الحدود الأردنية بما يشكل خطرا على الحدود الأردنية حتى أن هناك مجموعات تابعة لتنظيم داعش تنشط في الجنوب السوري على بعد واحد كيلومتر فقط من الحدود الشمالية الأردنية هل تعرف مثلا في أي مناطق سوريا ينشط هؤلاء؟ هم بالأساس في منطقة درعة المحاذية لحوض اليارموك من الحدود الأردنية السورية وبالتالي في منطقة درعة هناك جيش خالد من الوريد الذي أعلن مباياته لتنظيم الدولة الإسلامية وهو على بعد كيلومتر واحد فقط من الحدود الأردنية ويشكل بالنسبة للأمن الأردني خطرا كبيرا في حال ما قرر أو استهدف الحدود الأردنية الكيلومتر واحد بالمفهوم العسكري هي منطقة قريبة جدا للحدود الأردنية وهي على الجانب الأردني منطقة مأهولة بالسكان وبالتالي هناك خطر كبير من احتمالية أن يقوم هذا التنظيم بأي عمل عسكري أو عداء ضد الأردن وبالتالي كان من الضرورة أو كان متوقعا منذ فترة ماضية في ظل المخاوف الأردنية أن يصار إلى استهداف الجنوب السوري من قبل القوى الأردنية هل هي صدفة أن يأتي هذا القصف الأردني لأهداف تنظيم الدولة جنوب سوريا بعد يومين أو بعد ساعات في الواقع من لقاء العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني مع الرئيس دونالد ترامب في واشنطن؟ الواضح أن القصف الذي حدث كان مخططا له من وقت سابق المهم ليس هو اللقاء مع دونالد ترامب في واشنطن لكن الذكرى التي تزامن معها القصف وهي دلالة على وجود تخطيط مسبق وهي الذكرى الثانية لإغتيال أو لإعدام الطيار الأردني معاذ الكساسب الذي سقط في ديسمبر 2014 أسيرا في يد تنظيم داعش أثناء عملية ضد التنظيم في منطقة الرقة ضمن صفوف التحالف الدولي للحرب على التنظيم وبالتالي العملية التي حدثت أمس تزامنت مع الذكرى السنوية الثانية لإغتياله في 3 فبراير 2015 وهي رسالة قوية تحمل رمزية كبيرة من قبل الجيش الأردني أن هذه العملية تأتي بالتزامن مع ذكرى السشاد معاذ الكساسب وهي رسالة ثائر من التنظيم على ما قام به وبالتالي فإن العملية يبدو أنه مخطط لها منذ وقت طويل لكن المهم في العملية أنه على غير العادة وخلافا للمرات السابقة التي كان يصدر فيها بيانات حول مشاركة الأردن في عمليات ضد داعش كانت غالبية البيانات تتحدث عن أن هذه المشاركة تأتي ضمن التحالف الدولي للحرب على الإرهاب الذي تقوده أمريكا لكن هذا البيان خلى من أي إشارة إذا ما كان هو من ضمن التحالف هل تعتقد هذه الرسالة أو الرسائل التي أراد الأردن توجيهها إلى من يهمه الأمر جرى تنسيقها مع نظام بشار الأسد ليس بالضرورة مع نظام بشار الأسد لكن المهم الزيارة التي كان قد قام بها العاهل الأردني قبل أسبوع تقريبا أو أسبوع ونصف إلى روسيا وتحدث بها عن ضرورة محاربة الإرهاب كان هناك تنسيق قوي ما بين الأردن وروسيا وقد يكون من خلف روسيا قنوات تتصل بالنظام السوري عن ضرورة تأمين الجبهة الجنوبية في سوريا ودرء المخاوف وحماية الحدود الأردنية فخلو البيان من الإشارة إلى التحالف الدولي الذي تقوده أمريكا والتنسيق المسبق ما بين الأردن وروسيا لضبط الجبهة الجنوبية وهذه أول مرة يتنشط فيها القوة الأردنية في الجبهة الجنوبية بهذه القوة والعنف ضد التنظيم يعطي دلالة أن ما حدث كان أقرب إلى التنسيق مع روسيا منه إلى التنسيق مع أمريكا شكرا لك الكاتب الصحفي محمد فضيلات في عمان